فالعلاقة مع الله فقدت العلاقة بين الإنسان وزوجته فقدت العلاقة بين الإنسان وأخوه قينه وعبيل وصلت إلى القتل العلاقة بين الإنسان والخليقة فقدت تمزقت العلاقة فإذا هذا بقودنا للموضوع أن نرجع للأصل يعني الإنسان فقد السلام عن طريق الخطية إذا ممكن تخبرنا قبل دخول الخطية السلام الكلمة في القواميس تعني تناسق العلاقات بين الناس بين الأمم تعني اللطف الراحة الراحة الداخلية تعني النظام تعني الترتيب تعني التخلص من التشويش الكلمة في اليوناني أيرين تعني في اللغة العبرية شلوم كلمة مشهورة جدا تعني التخلص من التشويش والإنزعاج خارجيا التخلص من الأعداء والحروب داخليا الراحة في النفس الإنسانية والكلمة تعني الصحة والإزدهار والصحيح صح صح مصبت وإذا مرة في المرات كنت في أحد المؤتمرات كنا في السودان للأسف حتى ظروف السودان حاليا مؤسفة كانت من أحد الهيئات اسمها بريجز اللي بتساعد أطراف المجتمع المتصرعة إنها تحيا في سلام فجابوا كل القادة قادة جابوا السفراء الدول وجابوا رؤساء الجامعات وقادة المعاهد الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية وقادة كليات اللهوت وعملوا مؤتمر حلو قوي وسموا المؤتمر Spirit of Peace Spirit of Jesus اسم المؤتمر وقالوا لي أدي محاضرة قلت لهم أنا مش عايز أحكي معكم عن Spirit of Peace عايز أحكي معكم عن Peace of the Spirit عايز أحكي معكم السلام الداخلي لأن السلام الحقيقي هو داخلي وقلت لهم لو أصبح في سلام داخلي في النفس ستستطيع النفس البشرية أنها تصنع سلام في العلاقات لكن إذا كنت أنا داخليا في خصومة وفي حرب داخلية كيف هقدر أحبك وأنا متصرع مع نفسي كيف هقدر أصنع سلام معك ونكون في نسجام وتناسق وأنا داخليا ممزق بسبب الخطية قبل دخول الخطية كان الإنسان في سلام مع الله يأتي يهوى إلهيم الرب الإله أقنوم الإبن لأدم في الجنة في علاقة في منتهى السمو الله هو الخالق صاحب السيادة والسلطة وسلم لآدم وكالة مسئولية الخليقة فالإنسان في سلام مع الله لما خلق لي حوى الإنسان آدم فيهم هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي دي أنا وهي واحد فهو في سلام مع زوجته في سلام مع الخليقة فيتسلطون على السمك البحر وعلى طيور السماء وعلى كل حيوانات الأرض في حالة من التناصق والإنسجام والتناغم والتناغم في كل شيء في كل الأبعاد داخليا وخارجيا في كل العلاقات دخلت الخطيئة وتدمرت النفس داخليا فتدمرت العلاقات خارجيا ولن يمكن استعادة العلاقات خارجيا بدون استعادة السلام الداخلي فبمجرد ما دخلت الخطية وأخطأ وعصى وأراد أن يصير مثل الله تحت هذه الخضعة الشيطانية أول ما سمعوا صوت الرب الإله أتيا بدأ الخافة اختبأ بدأ الهروب بدأ الخوف فقد السلام لما قال له إيه اللي عملته قال له المرأة التي جعلتها معي فقد السلام مع الله فقد السلام مع زوجته وتمردت الخليقة ولعنت الأرض الأرض اللي هو كان آدم سيدها تخرج له شوكا وحسكا تخرج له لعنة لعنت أصحح أربعة لأنها فتحت فاها وقبلت دم حبيل قال له ملعون أنت من الأرض بدأت الأرض تهاجم الإنسان فالعلاقة مع الله فقدت العلاقة بين الإنسان وزوجته فقدت العلاقة بين الإنسان وأخوه وقينه وعبيل وصلت إلى القتل العلاقة بين الإنسان والخليقة فقدت تمزقت العلاقات فقد السلام فقد الإنسجام والتناغم ودخلت الأحزان والبؤس والشقاء والحروب وسفك الدم وإلى هذا اليوم ما زلنا نحصد نتائج الخطية نعم اللي هي دمرت كل شيء نعم يعني دمرت العلاقات دمرت الشعوب يعني دخل استشرت وتفشت في كل يعني مؤسسات الحياة لأن الإنسان في كل مكان أصبح زو طبيعة فسدة وكنا بالطبيعة أبناء الغضب أو أبناء المعصية فدائما وإحنا بنضحك مع الأباء والأمهات بنقول مين فيكو علم ابن العصيان لما كان طفل ولا واحد فيش ولا واحد فينا جاب جاب ابنه قاله حبيبي أول ما قولك حاجة قولي لأ أعصيني أطفالنا جاب العصيان منين من فساد الطبيعة فساد الطبيعة فمتوقع إيه مع بشر في كل مكان بفساد طبيعة متوقع إيه واحد هو ومراته اللي قال لحم وعظمي لحم من لحمي وعظم من عظمي أنا وهي واحد في خلال ساعات بعض السقوط بيلوم الله على هذه المرأة متوقع إيه تاني